الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيط طيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي أهلا وسهلا منك فضي الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع استمعينا في كل مكان لا زال حديث الشيخ جزاء الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة ثمانية ثمانية رسال نصية للقصيرة ستة ستة ثمانية ثمانية لمشتركة صلاة الكلمة القلوب حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله أما بعد فما زلنا مع مسائلي وأحكامي وتفاصيل خلق الكبر ضمن هذه السلسلة وأعتقد بأنني سأختم في هذا اليوم ما يتعلق بموضوع الكبر وقد طرقنا هذا الموضوع من جوانب عدة ولا شك بأن خلق الكبر لو لم يرد فيه شيء في نصوص القرآن والسنة لكفى ما عليه نفوس الناس من بغض المتكبرين ومن بغض هذا الخلق السيء ولذلك النفوس جبلت على بغض من يتخلق بهذا الخلق وأيضا يقول بعض الأدباء ويقول الكبر قائد البغض وهذا هو الواقع ولذلك المتكبر هو في واقع الأمر يسهم إسهام كبير في بغض الناس له وأيضا يقولون التعزز بالتكبر ذل ولذلك كانوا يقولون بأن الكبر داء وهذا الداء أيضا يعدي لأن من الناس من ينخدع ببعض المظاهر وشيء من هذا القبيل ولا شك بأن خلق الكبر من الأخلاق الذميمة التي ذمها الله في القرآن وذمها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وأجمع أهل العقول السليمة الصحيحة على ذم الكبر ولذلك يقول بعض العلماء يقول لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيرا ويرفع حقيرا وليس بفاعل وهذا هو الواقع لأن المتكبر في الغالب هو يشعر بنقص فلذلك يعوض هذا النقص من خلال التكبر على خلق الله سبحانه وتعالى ويقول بعض من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حق إذ ليس التواضع إلا عن رفعه فمتى أثبت لنفسك تواضعا فأنت من المتكبرين والمعنى بأن الإنسان أيضا قد يلبس قد يكون متكبرا لكن يلبس لباس التواضع ليخدع نفسه وليخدع الآخرين ولذلك الإنسان في واقع الأمر ينبغي أن يتأمل في حاله كما قال الأول تتيه وجسمك من نطفة وأنت وعاء اللي ما تعلم بمعنى أنه يعني يراجع نفسه ويحاسب ذاته ويعلم بأنه صائر عن هذه الدنيا وسيوضع فيه التراب ولين ينفع هذا الكبر وإنما يضره وأن يعلم بأن الكبر في واقع الأمر سيئة خطيرة تورث الإنسان ذلا في الدنيا وذلا في الآخرة أما الذل الدنيوي فهو احتقار الناس فالمتكبر يرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا ويوم القيامة يحشر المتكبرون أمثال الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم على صورة الآدمي لكن مثل الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من هذه الأخلاق الردية وأن يلبسنا وإياكم الأخلاق الطيبة النقية وأن يوفقنا وإياكم لكل خير صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055 1688 رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلات هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أن أعتدت أن أشتري يقول ماء في كل جمعة ووزعها على بعض المساجد فيقول هذه العبوات عبوات الماء بعض الأطفال يقول يقوم بشرب الماء أو شرب نصف الماء وإلقاء الباقي في فناء المسجد فيقول هل علي شيء هل علي إثم أو ذنب في هذا الأمر الحمد لله طبعا أنت ما أجور على هذا الفعل لأن هذا من جملة الصدقات والأوقاف لكن يجب على إمام المسجد أو المؤذن أو المسؤول عموما عن المسجد أن يحافظ على هذا الماء الذي اشتريته من حر مالك وأردته به الأجر وأن لا يسمح للأطفال بأن يعبثوا بهذا المال وأن يهدروا هذه النعمة وأن يلعبوا بهذه العبادة فأنت بارك الله فيك إما أن توصي المسؤول عن المسجد أو توكل شخص يعني يقوم بهذا الدور لأن طبيعة الأطفال لا يفقهون هذا المعاني فهو من جملة المياه التي يعبثون بها في بيوتهم وخارج بيوتهم حتى لا يضيع عليك الأجر لكن إن شاء الله أجرك مكتوب فتحتاج فقط أن تسلك هذا الطريق وهي وسيلة يعني في المحافظة على هذه الصدقات ساك الأخير فضل شيخ وأحسن الله إليكم معنا أخ مكي تفضل الله يعطيك إن شاء الله عن الفرق ما بين الغسل والاستثمام بعد الدماء هل بينهم فرق ولا الاستثمام يعني خلاص استحمس إثمام تقليدي ما لازم الغسل ولا لازم نفس الحركات كلها الوصل على سنكون طاهرة إن شاء الله زاك الله خير أخمك يتسمع شاء الله الرد فضل شيخ نجب على أسؤال لخمك يقول ما الفرق بين الغسل الذي يكون بين غسل الجنابة وأيضا يقول الاستحمام وقد يكون فضل شيخ يقول جميعها يعني تعميم الجسد بالماء هل هناك فرق بينهما الحمد لله نعم الذي يفرق في هذا النية الذي يفرق في هذا النية فغسل الجنابة واجب والاستحمام إذا كان بقصد التنظيف عادة وليس بواجب ولذلك أخي الفاضل يعني ما ينبغي للإنسان أن يخلط بين هذه الأشياء لأن بعض الناس ورط نفسه بقضية التفريق بين الغسل والاستحمام ويعني وما في داعي طيب أنا أشرح لك الآن قضية الاقتصال الذي يجمع رفع الحدث ويجمع التنظيف النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقتسل من الجنابة غسل ما علق بقبوله عليه الصلاة والسلام غسلا كاملا ثم توضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءا كاملا للصلاة ثم حثى على رأسي ثلاث حثيات من الماء يبلغ الماء أصول الشعر ثم غسل الجسده طبعا عائشة تقول كان يعجبه التيامن أو التيامن في تنعوله وترجوله وطهوره وفي شأنه كله طهوره فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ باليمين فأنت تغسل شقك الأيمن وشقك الأيسر وتفيض الماء على جسدك حتى تعمم البدن كاملا بالماء رفعت الحدث هنا الآن حبيت أنك تنظف نفسك تستعمل الصابون والشامب والمواد المنظفة الحمد لله أهم شيء أن تنوي عند الغسل بقلبك أن هذا رفع الحدث وتسمي وتستنشق وتتمضم وتستنشق حتى يكون الغسل العبادة طيب أفترض على سؤال الأخ شخص عليه جناب ثم دخل للاستحمام على التفريق الذي عند بعض الناس للتنظف هل يرتفع الحدث؟ الجواب لا لماذا؟ لأنه فاقد لأهم شرط من شروط صحة العبادة وهي النية ما نوى ما نوى ولذلك ينتبه الإنسان لهذا ينوي بقلب رفع الحدث طيب لو جاء الشخص قال يا أخي أنا ما أريد هذه الطريقة أتوضى وأبدأ برأسي أنا أدخل في الحوض نقول يا صح لأن لا يشترض في الغسل الترتيب بين الأعضاء يكفي الني فلو أنك مثلا نويت أن ترفع الجنابة وسقط في حوض مثلا السباحة قلت أسبح في هذا الحوض أو في البحر أو في النهر مثلا وناوي وعممت بدنك في الماء الحمد لله أرتفع الحدث بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله لكم معنا أبو محمد فضل سلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله بركاته يا أبو محمد فضل شيخ سؤالي والله فيه ناس يعني أنا شوفهم دخل المسجد ولذا لما بيقرر المصحف يقبل المصحف يقبل المصحف ويحطي عجبهتها لما يخلص نفس الشي يقبل المصحف ويحطي يعني هذا تقبل المصحف هل فيه شيء ولا جائز نعم فضل شيخ للسؤال الأخمكي أنا فهم فضل شيخ يقول يعني إذا دخل وكان على جنابه نوى نوى أنه يغتسل لكنه في يعني لفعال سيكون استحمام يدخلك أنه يستحم لكن نوى نوى الغسل نعم هذا اللي فصلت يعني كان فضل شيخ يستحم استحمام عادية يغسل جسمه بالصابون والشام ما فيه ما دام أنه نوى بقلبي ما فيه حرج المهم اغتسل بالماء بالماء مع الصابون والشامبو ايه نعم اغتسل اغتسل بالماء لأن صب على رأس الماء ثم وضع الصابون وغسل والماء سال على بقية الجسد خلاص أما قضية إذا كان بعض الناس سامح اختلط الماء بالصابون والشامبو مثلا وصار يغرف من الصابون والشامبو يعني الماء المتغير هذا على أحد الأقوال وقول الجمهور بأنه ما يصرح رفع الحدث به لأن الماء يسمى ماء بهذه الطريقة أصبعا قلب إلى الصابون وشامبو هل هذا موجود الآن؟ أنا أسأل سؤال أنا لا أتبنى هذا ليعرف الناس أعرف أن الناس يقتصرون أغسل عمام جسمه بالصابون ثم رشأ على نفس الماء لا حرج لا يكون ماء مختلط بالصابون لا ما يكون مختلط والآن مثلا أفترض نوى أن يرفع الحدث ثم وقف تحت الدوش وبدأ يغسل جسده بالصابون والماء الماء سيأتي على الصابون يأتي على الجسد ويكون عم ما بدنه بالماء لا حرج في هذا ولكن الأفضل حتى لا يدخل بعض الناس في وسواس أنه أول ما يفعل يغسل بدنه كاملا بالماء ما يستقرق منه دقيقة دقيقتي ثم بعد ذلك يبدأ ينظف جسده بالصابون والشامبو بارك الله فيكم فاطشيخ وأحسن الله لكم ومحمد يقول رأيت البعض من الناس عندما يأخذ القرآن ليقرأ فيه يبدأ فيقبل المصحف ويضعه على جبهته ويقرأ وبعد الانتهاء يقول أيضا كذلك يقبل المصحف ويضعه على جبهته الحمد لله لا شك بأن تعظيم المصحف واجب لأن القاعدة الشرعية تعظيم معظمه هذا كلام الله عز وجل هذا منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود ولكن قضية التقبيل ووضعه على الرأس هل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري أنا لا أحفظ شيء هذه دوائن السنة بين أيدينا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع كتابة المصحف في عصره وأهده أنه وضع ورقة المصحف على رأسه أو قبلها أو وضع العين هل فعل أبو بكر الصديق لما انتهى من جمع المصحف مع توفر دواء النقل ومثل هذا ما يخفى يعني ينقل هل فعله عمر هل فعله عثمان ما أحفظ فيه هل هذا هو فعلا تعظيم المصحف يعني حقيقة يعني هل يعني أنا مثلا يقول إذا أردت أن أحكم على الشخص بأن هذا معظم للمصحف هو الذي يقبل المصحف يضع علينا الجواب لا هذا ليس تعظيم التعظيم في العمل بالمصحف التعظيم بعدم هجر المصحف التعظيم بتعاهد المصحف حفظا وتلاوه هذا هو تعظيم المصحف ولذلك قال جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة فلذلك ما في أعظم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي ما قبل ولا وضع ولا رأسه ولا على خشمه ولا على عينه صلوات ربي وسلامه كذلك الصحابة ورد أثر عن عكرمة أثر أنه وضع المصحف على وجهه يبكي يقول شغلنا الجهاد عن المصحف ومروي أيضا عن خالد والأسانيد فيها يعني بحثوا كلام وتكلم فيها هو ما قبله هو يتأسف على حاله مع أن الحال اللي هو فيه حال عظيمة يقول يعني شغلنا عن المصحف بالجهاد وكذا وضعوا هالمصحف وبكى فهذا لا يعني بأن أنه أراد هذا وقصد هذا فارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلات ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز الدعاء باللهجة العامية في الصلاة في السجود في الصلاة الحمد لله الجواب يجوز يجوز الله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات ولا اللهجات فما دام أن الإنسان يريد أن يدعو بتبسط ويدعو بمن دون تكلف ما شك نعم يدعو باللهجة العامية نعم برك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فرص الشيخ كنا في سفر في الطائرة ويقول فرص الشيخ جاء يعني داخل وقت الصلاة في الدولة التي يقول سفرت منها من بلدي فيقول أنا في هذا في هذا المكان في الطائرة لا أعلم هل دخل الوقت أم لم يدخل كيف يقول عرف أن الوقت دخل الحمد لله هذا راجع لاجتهادك واجتهادك يقوم على سؤال أول شيء المسؤول عن الطائر تقول له الآن دخل الوقت أم لا الأمر الثاني عندك الحمد لله أجهزة بيدك تستطيع أن تعرف أيضا عندك شاشة أظن في بعض الطائرات تبيل لك المكان الدولة والوقت وكذا تسأل من بجوارك العموم المسألة يعني هي تحتاج بس فقط اجتهاد على فرض ما حصلت على جواب إذا كنت في النهار تأخر الظهر إلى آخر وقت العصر حتى يعني يعني ترى الشمس بأنها أوشكت الآن تصلي الظهر والعصر فيما وقت العصر تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين تؤخر المغرب إلى العشاء وهذا أعتقد يعني يكون ظاهر يعني ما بين المغرب والعشة تقريبا ساعة ساعة وربع وإذا دخل الظلام يكفيك تصلي المغرب والعشة حتى لو كان في وقت المغرب تصلي المغرب أول من العشة فالمسألة سهلة يعني الأشياء هذه لا يعقد الإنسان الأمور على نفسه ألفظ الشيخ صلاة الفجر صلاة الفجر أيضا ظاهر وقت ضيق أي ظاهرة جدا صلاة الفجر إذا بان يعني أسفر الظو من جهة الشرق بان يعني نحن سافر ننظر إلى من خلال النافذة ونشوف الفجر قد أسفر الظو والنور يصلي في هذا الوقت أرك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل الذهب الملبوس فيه الزكاة الحمد لله هذه حقيقة مسألة خلافية الجمهور علان ولا زكاة فيه وهناك قول بأن فيه الزكاة والراجح قول الجمهور الزكاة الذهب الملبوس اللي أصرا معدل اللبس والتحلي والتزين وما قصدت المرأة التجارة فيه ولا كنز هذا الذهب معنى كنز يعني ادخار الذهب لأن تستفيد من قيمته مستقبلا ما دام أنه فقط لللبس والتحلي مع الراجح بأنه لا زكاة بارك الله فيكم فضل الشيخ أقول ما هي الفترة الزمنية لتقسيم الأرض بعد ممات الشخص الحمد لله ليس عندنا في نصوص الشرع تحديد فترة الزمنية لهذا وإنما هذا راجع للمصرح وجرت العادة بأنه بعد الوفاة تبدأ عملية حصر التركاء الأموال وحصر الورثة أيضا وعلى ما يتفقون فإذا اتفق الورثة تأخير التقسيم برضى الجميع أخر ما فيها شيء هذا يعني مبني على رضاهم وإذا طلبوا تعجيل بقسمة التركاء يعجل بهذا يعجل وإذا اختلفوا بحيث أن بعضهم يرى بأن من الخطأ التقسيم الآن لأن سيدخلهم في خسارة يعني والدهم رحمة الله عليه خلف بناية قيمتها بناها مثلا أقول بمليون ونزل العقار مثلا الآن أصبحت تسوى أربعمائة ألف مثلا والمأمول إذا الله عز وجل يسر مثلا وعاشوا أنه ممكن سنة سنتين يرجع العقار إلى قيمته لابد من إقناعهم بأن هذا خطأ تقسيم الترك بهذه الصورة لأن يدخلون في كذا يقوم في خسارة وإذا أصر من يريد ممكن يلجؤون للقضاء لأن القضاء يتدخل في مثل هذه الأشياء خارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله وليكم يقول لصديقي طيار في إحدى شركات الطيران وعنده مقدرة أنه يعطي أصحابه العائلة تذاكر مجانية هل يقول هناك يقول مشكلة إذا سافرت في هذه التذكرة المجانية إلى الحج أو العمرة الحمد لله إذا كان يعني يعطي تذكرة مجانية وذلك لأن الجهة التي يعمل بها تمنحه هذه التذاكر ما المانع هذه هبا وهدية أما إذا كان يتحايل على قانون الشركة شركة الطيران هذا لا يجوز وحرام ولا يجوز لك أن تأخذها للعمرة أو الحج ولا للسياحة أصلا فالأخ السائل ما بين بين ما بين فلذلك أخي الفاضل يختلف باختلاف الحال فإذا كان هذا الطيار يملك هذا الشيء لأنه أصلا يعطى امتيازات من جملة الامتيازات مجموعة تذاكر مثلا عشر تذاكر سنويا خمس تذاكر مثلا قال أعطيها لأقارب يجوز ما دام هذا يعني في النظام عندهم أما إذا كان لا يتحايل لا ما يجوز يركب مثلا أناس من دون تذاكر أعتقد ما أعتقد أحد يفكر في هذا للتشديد في هذا الجام لكن أنا فصلت لأن السائل ما فصل بارك الله فيكم فض الشيخ وأحسن الله إليكم معنا أبو خليفة فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو خليفة فضل الله حييك كزاكم الله خير على البناء وياك الله يحفظك عندي سؤال بالنسبة موضوع الذكاء عندي عاملة منذنية أكثر مصابة بمرض مستعصف وابطرت أن تستافر خارج ترجع بلاجها على أساس أنها تتعالج طبعا علاجها رح يكلف مبارك كبيرة فسؤالي هل ممكن أعطيها بشكل مثلا شهري أكثر بلا شيء من الذكاء على أساس يغطي بكاليف علاجها إذاك الله خير إن شاء الله إذاك الله خير بخليفة أسمع شاء الله الرد حياك الله سؤال بخليفة الشيخ يقول عنده عاملة منزلية وأصيبت بمرض مستعصي ويقول العلاج مكلف جدا فسترجع إلى بلدها هناك يقول العلاج أرخص وستتعالج هناك يقول هل يجوز أن أعطيها شهريا مبلغ معين وأحسبه من الزكاة الحمد لله دعم يجوز مدام أنها الآن تركت الشغل عندكم وترى بأنها مستحقة للزكاة كونها فقيرة أو مسكينة أو المرض هذا سيكلفها لا بس تعطيها من الزكاة وترسل لها شيء شهري بهذه النية برك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم وهنا فضل الشيخ يعني يوضح يقول هذه الشركة تعطي بصورة جوائز كل يقول كل شيء رسمي الحمد لله جاوبنا ذكرنا بعدام رسمي وفق النظام والقانون والصلاحيات لح رجول الله الحمد لله برك الله فيكم من فضل الشيخ يقول أنا وزوجي أو تسأل تقول أنا وزوجي ننوي الذهاب للعمرة فتقول هل يجوز أختي أن تأتي معنا تسافر للعمرة تقول أنا وزوجي فقط وزوجي هو المحرم لي ولها الحمد لله أختك ليس زوجك لا يكون محرما لأختك والمرأة لا تكون محرما للمرأة ولذلك فريق من أهل العلم يذهبون إلى أن المرأة إذا أرادت السفر لا بد من محرم لمحرم إما يكون زوج أو من يحرم عليه على التأبيد وزوجك يحرم على أختك على التأقيت على التأقيت لأن الحرم مؤقتة هنا لوجود السبب وهو أنت فلذلك ليس محرما لأختك ولا أنت محرما له هناك قول لبعض الفقهة بأن رفق المأمونة والطريق الآمن يجوز المرأة أن تسافر لكن تحتاط المرأة ويعني لا تسافر إلا مع ذي محرم هارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول في قراءة الفاتحة في بعض الأحيان يقول أنسى أناتي بالبسمنة في بداية الصلاة فيقول هل الصلاة صحيحة؟ الحمد لله الجواب نعم الصلاة صحيحة لأن قراءة البسم لسنة مستحبة في أول الفاتحة أرك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة هنا فض الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة يقول هل يجوز الصلاة على الجنازة بعد صلاة العصر أو هو وقت نهي؟ الحمد لله الجواب نعم يجوز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أما الأوقات المنهي عنها فهي ثلاثة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها على الجنازة ثلاثة وهي أوقات قصيرة جدا عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند قيام قائمة ظاهرة هذا التي جاءت في حديث عقبة رضي الله عنه وأما بعد العصر وبعد الفجر يجوز بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم ستة ستة ثمانية ثمانية نعم نعم مع أنه محميد فضلي نعم ألو فضلي محميد على هو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته والله نريد نسأل الدكتور فهذا الشيخ تفضلت فضلي محميد السلام عليكم يا سيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسلم سيخي أنا أريد أسأل أنا عندي صلوات فاتتني يعني بظروف ما يعني فصارت يعني يعني أسبوعين وكانت عندي ظروف معينة فإذا رحت العمرة وصليت يعني يعني تقبل الصلاة إذا صليت الصلوات هذه اللي فاتتني في الحرم يعني لأن الصلاة بمئة ألف صلاة إن شاء الله زادت شاء الله خير محمد تسمعي شاء الله الرد شكرا الله خير الله مركز جفن الشيخ صلى محمد تقول عليها الصلوات فاتتها لظروف تقريبا تقول لمدة أسبوعين لما تصلي فتقول أن أنوى الذهاب للعمرة فتقول هل يجوز أن أقضي هذه الصلوات هناك في الحرم لأن الصلاة هناك بمئة ألف صلاة الحمد لله الجواب نعم أول شي يعني تستعين بالله عز وجل وتذهب إلى العمرة وتؤدي العمرة وتحرص على الصلاة هناك فإن الصلاة بمئة ألف صلاة وبالنسبة لقضاء الصلوات إذا كان فاتتها هذه الصلوات نسيانا أو لعذر أو خطأ في مسائل يعني بعض أخواتنا عندهم خطأ في مسائل العذر الشهري الشرعي الشهري فنعم نعم تقضيها هناك وترجو الله عز وجل أن يكتب لها الأجر والمثوب هل تحسب بمئة ألف صلاة الله أعلم لأن هي فاتتها هنا فهل يعني فاتتها في غير مكة هل إذا صلتها قضاء في مكة تأخذ الأجر المئة صلاة الله أعلم لكن عموما هي تحرص وتشغل نفسها في قضية القضاء مرك الله فيكم أفضل شيخ وأحسن الله إليكم عن بعيدة فضل السلام عليكم شيخنا إسحاق عبداللطيف هيك الله هيك الله عليكم السلام وإلى الله جليل دكتور عزيز فرحان والمسلم شيخنا عزيز فرحان هل تقبل توبة الساحر هذا السؤال السؤال مثلا طاب لكن الناس ضررت من وراء ضرار كبيرة يعني فهؤلاء كيف يحصلون على تعويضاتهم يعني أن نكون في الآخرة أو في الدنيا وهل جزاء الساحر أو العاصي مثلا إذا أخذ في الدنيا جزاء السجن أو الغرامة أو ما إلى ذلك فهل أيضا له جزاء في الآخرة أم لا السؤال الثالث هذا أنا سمعت حقيقة في المحاضرة وشيخ قال أو بما معنى أنه لا يجوز إعطاء الذكاء لبني هاشم لبني هاشم لكنه يجوز إعطاء الذكاء لفق راه وريد فقط توضيح من فضيلة دكتور عزيز وجزاكم الله ألف خير زاك الله خير الله أحفظك بعيدة تسمع شاء الله الرد نعم يفض شيخ سؤال بعيدة يقول هل تقبل توبة الساحر الحمد لله الجواب نعم الله عز وجل من أسمائه التواب وأمر عباده بالتوبة ولم يستثني أحدا منهم ولذلك قال جل والوتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون ووعد على التوبة بالمغفرة والإنابة ولذلك ليس هناك أعظم من الشرك بالله عز وجل ومع ذلك قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والمقصود بأن التوبة للجميع لكن في حالتين لا تقبل التوبة الحالة الأولى عندما تكون الروح في الغرغرة تكون الروح في الغرغرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر ما لم يغرغر والله تعالى قبل ذلك يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حاضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن وللذين يموتون وهم كفار والحالة الثانية عند طلع الشمس من مغربها لقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آملت من قبله أو كسبت في إيماني خير فسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية هذه بطلوع الشمس من مغربها ولذلك التوبة الحمد لله بابها مفتوح وأهم شيء أن يبادر الإنسان إلى التوب بارك الساحر حتى ولو حتى ولو بعد توبته إذا فعلا ثبت بأنه أضر بالناس قد يحكم عليه بالعقوبات التي التي يستحقها عقوبات التي يستحقها وأما في الآخرة فهذه تبقى مظالم في يوم القيامة ديوال لا يغفره الله هو الشرك بالله عز وجل وديوال لا يترك الله منه شيء وهو مظالم الناس هذه التي التي ظلموا فيها الآخرين مثل ما يفعل الساحر الآن وديوان يغفره الله وهو الذنوب التي بين العبد وبين ربه بارك الله فيكم شيخ أبو سيف تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله باركة حياك أبو سيف تفضل طال عمرك بغي تسأل عن إقامة الصلاة قبل العدام أنا كنت في الدوام قلت لما أنا بسمع الأذان ولما رجعت أول ما قال الله أكبر دخلت هم صلي ركعتين طبعا أكيد قبل الأذان فأنا ما دخلت إياهم في الصلاة انتظرت وقلت لهم أنتم مفروض عيدون الصلاة لأن أنتم صليتوا قبل الوقت فهذا العمل صحيح والله إن شاء الله شكرا شكرا خير بسيف الله يحفظ تسمع إن شاء الله الله يبرك فيك حياك الله نعود فضل شيخ سؤال بعد يقول هل يقول جزاء الساحر أو العاصي أو من وقع فيه ذنب وأخذ يقول أقابه من سجن أو غرام وغير ذلك في الدنيا هل عليه شيء في الآخرة الحمد لله أنا ذكرت هذا قبل قليل بأن ما بينه وبين الله مدام أنه تاب إلى الله فالله تعالى وعد وعده الحق بأن يتوب عليه أما الأضرار التي خلفها بسبب فعله وعمله وهو السحر فهذه تبقى مظالم سيقتص المظلوم من ظالم يوم القيامة وإلا يشاء الله عز وجل فقد يكون بعض السحر تاب إلى الله توبة نصوحة وأصلحة من عمله وأصلحة في الناس وربما كان سبب من أسباب توبة كثير من السحر وهداية كثير من الناس قد يغفر الله عز وجل له آخر يعوضه خيرا بارك الله فيكم فرس الشيخ يقول سمعت أنه لا يجوز يأطاء الزكاة لبني هاشم ويجوز يأطاء الزكاة لفقرائهم الحمد لله طبعا بالنسبة لبني هاشم هؤلاء تحرم عليهم الزكاة وتحلهم الصدقات تحرم عليهم الزكاة حرمها النبي عليه الصلاة وقال النبي أوساخ الناس وأما فقرائهم طبعا للعلماء بحث في هذا وهي قضية إذا لم يوجد لهم نصيب مثلا من الخمس أو شيء فإنه ينتقل يعطون وهذا والراجح من أقوال أهل العلم لبعض العلماء منع والراجح بأن من كان من بني هاشم ممن لا تحل لهم الزكاة إذا لا توجد إلا الزكاة ولا توجد يعني الهدايا أو الصدقات مثلا فقالوا بأنهم يأخذون لفقرهم يجوز الآخذ من الزكاة لفقرهم برك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم بوسيف يقول دخلت في مصلى العمل وجدت دخلت يقول مع الأذان والمؤذن يؤذن فيقول وجدت جماع يصلون وقد انتهوا من ركعتين وبدوا في الركعة الثالثة فيقول لم أدخل معهم انتظرت حتى انتهوا من الصلاة فقلت لهم يجب عليكم عادة الصلاة لأنكم بدأتم الصلاة قبل دخول الوقت فيقول فضل الشيخ ما حكم صلاتهم الحمد لله إذا صلى الإنسان قبل الوقت ولو بنصف دقيق ولو بأقل مدام أن الوقت لم يدخل ما صحة الصلاة تكون صلاة نافلة فهم صلوا النافلة مدام أنهم فعلا صلوا قبل الوقت حتى لو أخطأوا ما تحسب صلاة فريضة يعني بعض الناس يقول أنا والله أظن بأن المؤذن قد أذن مثلا أخطأ نقول أعد صلاتك أعد صلاتك فإذا كان الأذان فعلا على الوقت وهم صلوا قبل الوقت ركعتين أو ركعة أو كبروا قبل الأذان يعني قبل دخول الوقت فهذا صلاتهم سنة وليست بفريضة يلزم أن يعيدوا الفريضة بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلات نفض الشيخ تسأل عبر الرسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 تقول بالأمس نزل عندها لون بني وتقول هذه أيام الدورة عندي ثم حصل جفاف إلى اليوم واليوم أيضا نزل مرة أخرى ثم حصل جفاف وأنا قد توقفت عن الصلاة من أمس الحمد لله أنت طاهرة يا أختي الفاضلة فهذه ليست بشيء يجب عليك أن تقضي هذه الصلوات وتتوضي إلى الصلوات وتقضي صلوات الأمس وصلوات اليوم لأن الشارع الحكيم علق أحكام الحيض على وجود الدم وهذا لا يسمى دما هذه كدرة ولذلك ترجعين وتقضي هذه الصلوات التي فاتتك بالأمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيك الله بعبد الله تفضل وقال الله وقال الله صليك قبل هذا الصال شوي حين إذا كان إنسان يصلى كبر حسب المد للأدان وصلى رقعتين صلى رقعتين و وقد للأدان هو يصلي يقطع الصلاة ولا هو حسب المد نعم ووقت الصلاة دخل يصلي كبر وكبر رقعتين ويصلى الأدان عن الأدان منقول موش عن المزيد منقول للأدان لكن بدأ الصلاة قبل الأدان بدأ الصلاة قبل الصلاة بدأ رقعتين وقد الهدان ويصلي هل يقطع الصلاة ولا قبل وصلاة تاني في وقت الجمعة صلاة الجمعة يام التخرين منتخر والتحيات هل يجيب رقعتين أو أربع رقعت دخل الفرد صلاة الجمعة وهذه يصير بالتحيات في آخر الصلاة ودخل يكبر ودخل الصلاة ودخل وإمام هل يبركتين أو أربع وإن شاء الله زاك الله خير أبدالله تسمع شاء الله الرد حياك الله سؤال أبدالله فعض الشيخ يقول إذا الشخص بدأ الصلاة كبر تكبيرة الإحرام وبدأ في الصلاة ثم يقول سمع المؤذن يؤذن هل يقطع الصلاة الحمد لله الجواب مخير بين قطعها أو بين إتمامها نافلة مدام أنه صلى قبل الوقت تكون نافلة وإذا قطعها لا حرج في ذلك ليدخل في الفريق بارك الله بارك الله فيكم من فض الشيخ أيضا يقول إذا ذهب إلى صلاة الجمعة متأخر دخل مع الإمام في التحيات هل يصلي ركعتين أو أربع ركعات إذا وافق الإمام في التحيات تحيات نعم صلاة الجمعة صلاة الجمعة بارك الله إذا وافقت الإمام في التحيات فقد فاتتك الجمعة تصلي أربع ركعات الظهر لأن الجمعة قد فاتتك أما لو أدركت الإمام في الركوع في الركعة الثانية تصلي ركعتين بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نعود للرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ كيف يكون تعظيم الله في الدعاء الحمد لله تعظيم الله في الدعاء يكون بتمجيده وتقديسه وحمده بين يدي الدعاء لاحظ سورة الفاتحة آخرها دعاء لكن أولها تعظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بدأ الآن بالدعاء يعني يا رب اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة ولذلك من تعظيم الله في الدعاء أنك تثني على الله بما هو أهله وتعظمه سبحانه وتعالى وتصلي على نبيه ثم تدعو مرحب الله فيكم منفض الشيخ وأحسن الله لكم يقول ما معنى الحوقلة الحمد لله الحوقلة معناها طبعا هذا يسمى عند أهل العلم بالنحت بمعنى أن الجمل الطويلة هذه تختصر إلى كلمة واحدة مثلا الحوقلة معناها لا حول ولا قوة إلا بالله هذا يسمونها الحوقلة الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون وبهذه الطريقة الحي علتين الحي على يعني حي على الصلاح هي على الفلح نعم مرحب الله فيكم فض الشيخ تقول لمرأة تعاني من النزيف منذ أكثر من عشرين يوما والنزيف متفاود في الغزارة لكنه مستمر وتنتظر موعد المستشفى لإجراء اللازم كيف بالنسبة لقضاء الصلاة الحمد لله بالنسبة لهذا النزيف الأصل أنه استحاض وليس حيث ولذلك تصلي فإذا أطبق عليها واستمر تحسب تجلس أيام عادتها إذا كان الدم يتميز وإذا كان ما يتميز تمكث خمسة عشر يوما لا تصلي وبعدين تصلي مرحب الله فيكم فض الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو تسأل تقول لنا وخواتي تشاجرنا وتكلموا في أرضي وشرفي وانقطعت عنهم لكن الآن أكلمهم وأطحك معهم مجاملة لكن تقول في قلبي أكرههم لأني لا أستطيع أن أنسى ما قالوا لي قالوا لي كلام كبير هل علي ذن في ذلك؟ الحمد لله المستغرب أن تقول أخواته تكلموا في أرضي وهذا من أعجب العجب يعني جرت العادة لو قدر إن شاء الله الفعل بعيد أن يكون هناك ستر وعدم يعني فضح كيف الآن الشوهون سمعت أسرتهم وبيتهم بكلام كذب والعياذ بالله وافتراء ولذلك أحسنت يا أخت الفاضلة حينما أعطيتهم الحق العام من السلام لكن طبيعي جدا أن قلبك يحمل عليهم لأن هذا ما تملكينه ما في أحد من خلق الله يرضى بأنه يتكلم في عرضه ويحب الآخرين وما يكرههم لا هذا طبيعي يعني هل الآن ممكن الإنسان يصادم ما هو من طبيعة النفس؟ ما يمكن لكن يعني العفو الظاهري والتعامل هذا يدل على رقي نفسك ويعني طلبك رضى الله وعموما الكلام معهم هم يتوبون إلى الله ويعتذرون منك لأنهم إذا لقوا الله على هذه الحالة لقوه على شر حال والعياذ بالله وقد يسلط الله عليهم في الدنيا يسلط الله عليهم على أسرهم ما تدرين لأن مثل هذه العقوبات معجلة البغي والظلم والعقوق قطيعة الرحم هذه عقوباتها معجلة يجب أن يعتذروا لك وأن يتوبوا إلى الله قبل ذلك وأن يطربوا منك العفو والحل والسماح نعم بارك الله فيكم فض الشيخ يقول قلت لزوجتي أنت عليك ظهر أمي فماذا أفعل الآن؟ الحمد لله عليك الآن كفارة الظهار لأن هذا ظهار هذا يمين الظهار عتق رقبة طبعا الآن ما في رقاب تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع لمرض أو لكبر سن تطعم ستين مسكينا ومع التوبة لأن الله عز وجل قال لما ذكر الظهار سمه منكر من القول وزورة والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات إن أمهاتهم إلا لا يولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورة برك الله فيكم يا فض الشيخ وأحسن الله لكم يقول في رمضان الفائد كنت يقول في المسجد أصلي صلاة التراويح أو يقول قيام الليل ويقول حدث مع أي خروج الريح يقول أعرف أنه كان يجب علي أن أتوضى مرة أخرى وأخرج من الصلاة لكن يقول في ذلك الوقت كان المسجد مزدحم لدرجة يقول أني لم أستطع أن أتحرك من مكاني ويقول أكملت الصلاة هل تقبل صلاتي؟ الحمد لله الجواب لا كيف انتقض بضوءه؟ نعم فض الشيخ يقول خرج مني ريح لكن يقول بسبب في صلاة التراويح يقول أول قيام في رمضان الفائد حالا ما دام أنه في السنة الأمر أهول لكن كان الواجب عليك أنك تخرج وتتوضى يقول ازدحام شبير في المسجد ولو النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أحدث في الصلاة أن يأخذ بأنفه وأن يخرج يعني تمسك أنفك بيدك يعني كأنك توهم الناس بأنك أرعفت والواقع بأنه خرج منك ريح كريهة فتخرج وهذا لا يضر بحركة الصفوف مثلا إذا اخترقتها لتخرج وقد فاتك الأجر أجر القيام وأجر التراويح عموما مستقبلا لا تفعل هذا برك الله فيكم يا فرص الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فرص الشيخ هل ينطبق أحكام غض البصر على ما نشاهده في الشاشات أم فقط في الواقع؟ الحمد لله أكيد يعني يشمل الواقع ويشمل العالم الافتراضي الموجود الآن اللي هو من خلال الشاشات والمواقع والحسابات والمحتويات هذه كلها يجب على الإنسان أن يغض بصره والقضية لا تقف على يعني ما هو موجود في الواقع حتى هذه الصور سواء متحركة أو ثابتة يغض الإنسان بصره عنه بارك الله فيكم فرص الشيخ وأحسن الله إليكم بنسبة للشيخ لمن سأل عن الظهار يقول الزوجة لازالت معاندة فماذا أفعل هل أتزوج عليها؟ الحمد لله أخي الفاضل يعني إذا كان السؤال عن الزواج هذه مسألة ثانية عمت الآن لما قلت هي عليك كظهر أمك لزمتك الكفارة لابد الآن تقول الزوجة معاندة معها عناد معك تعصيك وتهجرك في الفراش ولا تقوم بالحقوق والواجبات أباح الله عز وجل لك الزوجة وش المانع فالله عز وجل أقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أباح الله لك ذلك نعم حركة الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة يقول عندما أصلي يقول تكرر معي أكثر مرة في أكثر من جمعة عندما أصلي يقول صلي بجنبي شخص رأته غير طيبة فيقول أتأذى كثيرا فيقول ماذا أفعل مع هؤلاء الأشخاص صلى صحهم وماذا أفعل معهم الحمد لله نعمل نصيحة واجبة نصيحة واجبة خذ بيد أخيك وهمس في أذنه وقل له جزاك الله خير على حرصك على الصلاة لكن يظهر من تبهت لثوبك ورائحتك يعني قد يكون غفلت أو استعجلت أو كذا وقل لها النبي عليه الصلاة والسلام منع من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يذهب إلى المسجد وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فإذا كنا نحن نحتمل كالملائكة ما تحتمل كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يتأذون ونحن نتأذى فانصحه برفقه وبيّن له وقل له يعني ضع الطيب ضع كذا ضع لك ثوب طيب وقل له إذا ما استطعت لا تأتي المساجد ما دام أنه غير مستطيع برك الله فيكم فانص شيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول كيف تصلي هل تقتسل غسل الجنابة لكل صلاة؟ هاي فانص شيخ من سألت عن التي عندها نزيف لمدة أسبوعين ما علاقة الجنابة؟ كان فانص شيخ فهمت أن وجود الدم لا ما العلاقة غسل استمر تقول مدة أسبوعين الجنابة غير الحيظ الجنابة غير الحيظ ولذلك الجنابة نعم يقتسل الرجل والمرأة بعد الجنابة سواء بجماع أو بإنزال أو باحتلام أما الحيظ نظيف عندها نظيف عندها نظيف الآن قلنا لها بأن هذا استحاذ فمدام أن أطبق عليها النزيف ذكرت لها بأن ترجع إلى عادتها إذا كان تميز الدم سبعة أيام ستة أيام تجلسها وتقتسل حتى لو كان الدم ينزل وأما إذا أطبق أصبحت ما تميز ما تعرف يعني تمكث خمسة عشر يوما وبعد ذلك تصلي ولكل الصلاة فانص شيخ يعني يكفيها الوضوء الوضوء يكفيها لا يحتاج إلى اقتصال برك الله فيكم فانص شيخ وأحسن الله لكم أنه يسأل عن وقت البرنامج وقت البرنامج من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السابعة مساء أيضا فانص شيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 إذا قل إذا خصصت وقف لأمي وأبي هل أخبرهم هل يجب علي ذلك أو أترك الأمر بيني وبين الله الحمد لله هو من حيث الوجوب لا يجب لكن من حيث إدخال السرور وبيان اهتمامك أو اهتمامك بوالديك أو اهتمامك بوالديك طيب هذا هذا ما لها علاقة بالرياء بالعكس أنا أرى بأن الشخص إذا عمل عملا عمل وقفا لأحد والدي يخبرهما بذلك يخبرهما يقول أنا عملت كذا وعملت كذا لكم طيب هذا ليس له علاقة بالرياء بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نعم عن هذه المكالمة أبو جاسم تفضل السلام عليكم كيف حالة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياتك الله أبو جاسم تفضل يا مرحب كيف نسأل الشيخ أطول عمرك فضلت فضل بجاسم بخصوص واحد السلم عليه ما يرجع عليك السلام كيف إن شاء الله بعدين عندك واحد يأكل السلم تعال لك هل يجاه ثم لا يجاه إن شاء الله إيه لو حفي ناس يقول لا لا السلم بعدين سلم يالله شكرا شكرا زيك الله خير بجاسم الله يحفظك تسمع إن شاء الله الرد حياك الله سؤال بجاسم فضل الشيخ يقول إذا سلمت على الشخص ولم يرد عليه ماذا أفعل الحمد لله إذا كان الشخص لم يسمع السلام أو عنده مشكلة في السلام فهو معذور أما إذا كان تعمد عدم السلام عليك فأنا أبشرك بأن الملائكة ترد عليك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من سلم على شخص ولم يرد عليه ردت عليه الملائكة وهو ترد عليه الشياطين الشياطين هي اللي ترد عليه وأنت ترد عليك الملائكة ولله الحمد والمن برك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم يقول إذا دخلت على الشخص وهو يأكل هل أسلم عليه ويقول إذا سلمت عليه كيف يعني يرد الحمد لله إذا كان الشخص يأكل تسلم عليه بالكلام تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سنة ويرد عليك وجوب يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما المصافحة يقوم لك يصافحك أظن هذا ما مهم مناسب لأنه جالس يأكله ما هو مناسب لكن السلام ما يمنعنا أن بعض الناس يقول لا سلام على كلام نحن نغيرها نقول لا مصافحة لا سلام على طعام يقولون لا سلام على طعام نحن نغيرها نعدلها نقول لا مصافحة على طعام نعم صحيح أما السلام حتى الشخص هو يصلي تسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل سلم عليه هو يصلي فأشار أنه يسلم بيده ما يمنع السلام الحمد لله على من يأكل برك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهات حلقة اليوم نشكر في نات هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان نلعنزي نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق أعمال البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح من الأخراج سلطان القطامي تقبلوا تحيات محدثكم السعق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته